هو نظام خادم للناس اللي أطلق عليه السوزاء هذا بحكومة الخدمة نعم حكومة الخدمات نعم هذا حتى يتحقق بالستراتيج حتى يتحقق بالسياسات حتى يتحقق بالرؤى بالخطط إلى آخره يجب أن هو نفس الجهاز التنفيذي يكون هو يتلبس أو يبدأ يؤمن ونشط وشغل مكانه وحضوره وقوته ورضا عليه والديموم الذي ذكرته حقا هو عملية التواصل هو عملية الديموم هو عملية رضا الناس عنه وعن جهازه وبالنتيجة هذا رح يبدأ يتسارع في أن يقدم أكبر قدر ممكن من عمليات الخدمة إلى الناس اللي نعاني وهذا هو جواب على هذا السؤال وهذه حقيقة قائمة يعني لا نستطيع أن نخفز عليها طيب احنا عدنا جهاز وظيفي مترهل احنا عدنا جهاز وظيفي بيروقراطية إدارية مزعجة تحكمه البيروقراطية التي تؤخر فيه الإنجاز هذا حقيقة واقعة نعم يعني واتعدك رئيس وزراء ما شاء الله يمشي وفريقه يمشي سريع نعم في قبال جهاز تنفيذي بطيء بالتأكيد واضح أنه أصبحت عدنا فجوة وذلك رئيس وزراء يعني ذهب باتجاه عملية تشكيل فريق خاص يعادة رسم وهيكلة تنضيج النظام والهيكل الإداري للوزارات والمؤسسات وطبعا بالتأكيد هذا رح يعني مستقبلا أو من المستقبل القريب من يطي توصياته سيسوي نوع من عملية إعادة الهيكلة للهياكل والتفاصيل وطريقة الارتباط الإداري والبينة ووحدة من هذه الخطوات سواء كان في داخل الوزارة في داخلها وما بين الوزارة ووحدة من هذه الخطوات بالبرنامج الحكومي اللي هي التحول إلى الأتمة هذه وحدة من أهم الخطوات التحول الأتمة هو جزء من عملية الإصلاح الإداري الشامل الذي يعني انتهجه رئيس وزراء بتشكيل هذا الفريق لأنه أنت سوي أتمة في الدائرة المعنية ستقضع على الكثير من الأمور البنقراطية بمجرد هذا حتى يرتبط في عملية برنامج مكافحة الفساد نعم أنت جد ما تقلل عملية التاتش اللي دي يصير بين المواطن والموظف هذا بالتأكيد أنت رح تقطع ما يعني بالدراسة وبالتحليل وإلى آخره في 70 إلى 80 بالمئة من العمليات